ووصل نبي الله إبراهيم وزوجته وولده الرضيع إلى جبال مكة المباركة وهناك قرر ما أدهش زوجته سيتركهم وحدهم ويمضي إلى حيث يؤمر يا زوجي وسيدي كيف تتركنا في هذا الواد المقفر وحدنا لا يوجد هنا زرع ولا ماء أجابها النبي الكريم أنه من يسكن مع الله لا تشغله أمور الدنيا هل أمرك الله بهذا؟ قال النبي الكريم نعم إذن فالله لن يضيعنا سار خليل الله إبراهيم مسرعا وعندما اختفى عن وجه زوجته وحبيبته هاجر تضرع إلى ربه وقال يا رب إني أسكنت أهلي في أرض لا زرع فيها ولا ماء ولم أترك لهم إلا رحمتك ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون يا الله يا الله سيدتي ماذا بك؟ الحمد لله كان حلما هل لي أن أسألك عنه؟ رأيت حبيبي إسماعيل يبكي ويتضور جوعا وصدر هاجر لا يستطيع أن يطعمه خيرا بإذن الله لا تشغلي بالك إنه مجرد حلم نفد الماء والغذاء من السيدة هاجر وكان ولدها إسماعيل يبكي بشدة من الجوع والضمأ فتركته في مكان وسط أشعة الشمس الحارقة أيها الناس ألا يوجد أحد هنا؟ وهبطت من جبل الصفا مهرولة إلى جبل المروى أيها الناس أدركوني وعادت مرة أخرى إلى جبل الصفا ما هي طفل صغير يكاد يهلك وظلت هاجر تعد بين الصفا والمروى حتى أتمت سبعة أشواط واستبد بها التعب يا الله أهي حقيقة أم ثراب؟ إنه الماء لم أذوق في حياتي أطيب منه أنت يا حبيب الصغير من حفر هذا البئر بقدميه؟ اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد كما ينبغي لك انظر يا جرهمي كيف يأتي الطير إلى جبال مكة القاحلة؟ لابد أنه وجد أثرا للماء إذن هيا بنا لنشرب ونتزود من الماء وصل العماليق إلى البئر الذي سمي زمزم لأن السيدة هاجر عندما رأت انفجار الماء بقوة أحاطت بذراعيها وقالت زمي زمي هل تأذنين لنا أن نقيم خيامنا بالجوار؟ هذه أرض الله لا أملكها إننا نستأذن لأنك أول من سكن المكان أذنت لكم ولكن بشرط ما هو؟ لا حق لكم في بئر زمزم نعرف أنها بئرك أنت معاذ الله أنا لا أملكها أه؟ ومن مالك البئر إذن؟ الله وحده الله نعم ولكل عابر سبيل الحق في الشرب من ماء زمزم دون أجر هذا شرطي الوحيد تأكدي أن هذه ستعمر خلال أيام قليلة وسيأتي الخير لها من كل مكان نيرا ماذا دهاكي؟ هبشري يا سيدتي رأيت نبي الله إبراهيم قادما إلينا إبراهيم؟ اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا نبي الله هو قادم إلينا في الحال تأسرع في إشعال الحطب وإعداد الطعام هل معه إسماعيل وهجر؟ لا ليس معه لا بد أنه قد اطمأن عليهم هيا ألم تحضر الحطب بعد؟ كل هذا الخير بفضلك أنت يا زوجة النبي الكريم بل بفضل الله وحده ودعوة إبراهيم أن يجعل أفئدة من الناس تهوي إلى تلك الأرض مبارقة لقد أخذنا منك العلم والخلق الرفيع وزوجك الفاضل قد هدانا إلى عبادة الله الواحد الأحد وأقل شيء نشكرك به أن تقبلي منا هذا الطعام الحمد لله أغنانا الله من فضله لا تردين خائبين إذن سأقدم طعامكم لكل عابر سبيل حتى يشعر الناس في أرض مكة بالأمن والشبع